المشاهدين معد موجز لأهم الأخبار مع هالة شكرا شازلي التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل لحوكمة استخدام الأسمدة والتقاوي وتفعيل نظم الرأي الحديثة لتوفير المياه وكذا تأثير استخدام المايكان في الزراعة لتقليل الفاقد أثناء الحصاد بالإضافة إلى دور البحوث العلمية الزراعية المهم في هذا الصدد جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس السيسي لمتابعة المشروعات القومية الزراعية على مستوى الجمهورية توجه الرئيس السيسي بمواصلة الجهود المكثفة على محاور توفير الدعم الكامل للمزارعين وتحسين الجودة والحفاظ على سمعة المنتج المصري عالميا وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع على الجهود الرامية لزيادة وتحسين انتاجية الفدان كما تابع معدلات نمو الصادرات الزراعية حيث أكد الرئيس السيسي أن جهود تطوير قطاع الزراعة واستعادة مكانة مصر في هذا المجال تأتي في إطار جهود تنموية شاملة تتكامل فيها جميع القطاعات الاقتصادية قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بجولة تفقدية في عدد من مشروعات التطوير التي يشهدها مطار القاهرة خلال الفترة الحالية وذلك في بداية رحلته للمشاركة في اجتماعات القمة الخامسة عشر لتجمع البريكس نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلال جولته بمطار القاهرة استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من وزير الطيران المدني حول مشروعات التطوير بمطار القاهرة مؤكدا أن المطار شهد تنفيذ الكثير من مشروعات التطوير خلال الفترة الماضية في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتقديم أفضل جودة من الخدمات للمسافرين كما تفقد مدبولي مشروع امتداد مبنى الركاب رقم ثلاثة بمطار القاهرة الدولي بهدف الوقوف على أعمال توسعة مساحة المبنى ضمن خطط التطوير التي أشهدها مطار القاهرة الدولي أعلن الجيش السوداني أن قواته تبسط حاليا سيطرتها بالكامل على سلاح المدرعات بالخرطوم وأوضح الجيش السوداني أن سلاح المدرعات تمكن من دحر محاولة هجوم من قبل قوات الدعم السريع التي لاذت بالفرار بعد تلقيها خسارة كبيرة مضيفا أن قوات الدعم السريع قامت بإطلاق عدد من قضائف الهون بالمنطقة مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحة من المدنيين كما أطلقت قضائف على عدد من أحياء مدرمان القديمة قصف سلاح الجو الروسي مركز مراقبة لإحدى المجموعات الإرهابية بالقرب من مدينة إدلب السورية وأوضح المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن 17 مسلحا لقو حتفهم جراء الهجوم الروسي في قاريات بكفلون على بعد 4 كيلو مترات جنوب غربي إدلب أعلنت وزارة الدفاع الروسية إلى أن سلاح الجو الروسي نشر طائرتين مقاتلتين لإجبار طائرتين مسيرتين على التوقف عن إجراء عمليات استطلاع بالقرب من شبه جزيرة القرم وأوضحت الدفاع الروسي أن قوات الجو والفضاء الروسية رصدت تحليق طائرتين مسيرتين فوق البحر الأسود في أثناء تنفيذهما استطلاعا جويا في منطقة شبه جزيرة القرم مشيرة إلى أن سلاح الجو الروسي نشر المقاتلتين لإجبار الطائرتين المسيرتين على تغيير اتجاه تحليقهما ومغادرة مناطق للسطلع الجوي قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديماتري مادفيداف إن بلاده قد تضم إقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخزيا الانفصاليين في جورجيا وأضاف مادفيداف أن فكرة الانضمام إلى روسيا لا تزال تحظى بشعبية في أبخزيا وأسيتيا الجنوبية مشيرا إلى أنه من الممكن تنفيذ هذه الخطوة إذا كانت هناك أسباب وجيها لذلك اكتاحت العاصفة المدارية حارلد الجزء الجنوبي من ولاية تاكساس الأمريكية مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة لتتسبب في انقطاع الكهرباء عن الآلاف في ظل تحذير خبراء التقس من احتمال وقوع فيضان وأضرار طفيفة وقالت خدمة التقس الوطنية الأمريكية أن تحذيرا من العاصفة المدارية صدر لنحو 1.3 مليون شخص في المنطقة التي تعرف بالجنوب العميق وفي وادي ريو جراندي إذ يأتي حارلد محملا برياح سرعتها 80 كيلو مترا في الساعة وأمطار غزيرة قد يصل ارتفاع مياهها إلى 15 سنتيمترا في بعض المواقع رياضيا يلتقى الزمالك اليوم فريق الحجد العرقي في الدور الربع النهائي من البطولة العربية للأندية لكرة اليد المقامة في المملكة العربية السعودية وفي مباراة أخرى بالدول ذاته يواجه البنك الأهلي فريق العربي الكويتي انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل المملكة العربية يكnehmer شكرا